دعت السلطة الفلسطينية ألمانيا لتحريك المياه الراكدة في العملية السياسية من خلال الاتراف بدولة فلسطين وطالبة بالضغط على الكيان الصهيوني لاحترامه والالتزام بالاتفاقيات الموقعة عليها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس محمود عباس لوزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا كما ثمن رئيس الوزراء علاقات الصداقة ما بين فلسطين وألمانيا ودعمهم المستمر على صعيد العديد من القطاعات والمساندة للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة